موجز الأخبار المحلية مع مظهر حركة عشر الأوسط 14.50 آن بولين مروى بقيت حاضرة في مواقف حول قضايا محلية مع اختتام زيارتها إلى دولة فرنسا بلدية لفال قد تسعى للمشاركة الكاملة في لجنة شاربونو التي لن تحقق في علاقة الأحزاب الفيدرالية بملف الفساد المشروع التطبيقي الثاني لقانون الموازنة أمام مجلس العموم الكندي اليوم وأحزاب المعارضة متحفزة صباح الخير أعزائي المستمعين اضطرد بولين مروى رئيسة الوزراء في مقاطعة كبك خلال مؤتمرها الصحفي في فرنسا بالأمس إلى التخفيف من اندفاعة وزيرة التعليم مريمة لفوا بالقول أنها لا تعتزم في هذه المرحلة قطع المساعدات عن المدارس الخاصة التي لن تنتزم بوقف عمليات اختيار الطلاب وبأن هذا الإجراء يأتي ضمن جملة أفكار في برنامج الحزب الكبكي مضيفة بأن جوهر موقف الحزب يرتكز إلى إمكانية وضرورة استيعاب هذه المدارس عدد أكبر من التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة وفي حال عدم الالتزام ممكن التفكير بوقف المنح مقابل ذلك تقدم بيير بيبو نائب رئيس العلاقات العامة والاتصالات في مؤسسة لوتو كبك باستقالة مؤقتة من منصبه ليتولى العمل على تنصيق الاستراتيجية الداخلية للمؤسسة بعد الادعاءات أمام لجنة شاربونو التي شملته باستلام مبالغ نقضية لصالح الحزب الليبرالي في مقاطعة كبك بصفته أيضا مسؤولا عن جمع التبرعات فيه المؤسسة التي قالت الادعاءات أن تسليم المبلغ تم في مكاتبها توافقت مع بيبو على إعادة التعيين المؤقتة لحين انتهاء التحقيقات الأوسع يذكر أن قرار الإدارة جاء بإعاز من رئيسة وزراء المقاطعة بولين مرواء إثناء وجودها في فرنسا وكانت مرواء قد سعت في اليوم الأخير من هذه الزيارة إلى طمأنة أكبر تجمع لرجال الأعمال هناك حول مضي حكومتها بمشروع خطة الشمال لكن مع تعديلات واسئة عليها تضمن احترام خصوصية السكان المحليين مع زيادة الرسوم على القيمة الإجمالية للإنتاج واستحداث ضريبة جديدة على الربح الإضافي مع اعتماد سياسة جديدة للبنى التحتية هناك كما استعادت مرواء التزامها بتأسيس بنك التنمية الاقتصادية في كبك بالإضافة إلى اعتماد استراتيجية لتنمية القطاع الصناعي ودعوة صندوق الودائع للمساهمة في التنمية الاقتصادية مرواء أبدت كامل الثقة بالقاضية شاربونو وطريقة عمل اللجنة بالرغم من استقالة المدعي العام فيها بسبب شكوك في إمكانية تضارب المصالح تدرس بلدية مدينة لافال إمكانية تقديم طلب للحصول على صفة المشارك في أعمال لجنة شاربونو التي تحقق في قضايا الفساد في قطاع البناء في مقاطعة كبك ناطق باسم رئيس البلدية جيل فايانكور الذي طالته إفادات لينو بيتو أمام اللجنة أشار إلى الانزعاج الشديد لرئيس البلدية وصدمته من هذه الاتهامات الفارغة في مقابل ذلك عاد الحزب الليبرالي في مقاطعة كبك ليتنازل عن حقه بإعادة استجواب زانبيتو بعدما عادت اللجنة ومنحته الصلاحية لذلك محامي الحزب قال أن مضمون الاستجواب على علاقة قوية بالجذء الذي بقي مستورا من الإفادة والذي يتعلق بالوزير السابق نتالي نورمندو من جهات أخرى أكد الناطق باسم اللجنة القاضية شاربانو بأن تفويد اللجنة لا يتضمن التحقيق في علاقة أو أعمال الأحزاب الفيدرالية وبأنها ستكتفي فقط بإعلام السلطات المختصة فيدراليا في حال حصولها على معلومات وثائق أو براهين تتعلق بذلك مصادر في هيئة انتخابات كندا أفادت بأنها تعتمد سياسة عدم التعليق حيال تحقيقات محتملة قد تجريها الهيئة قال وزير المالية الفيدرالية جيم فلهتي في جلسات الأسئلة أن المشروع التطبيقي الثاني لقانون الموازنة الفيدرالية لن يتضمن أي مفاجآت وسيركز على برامج تقاعد النواب والقطاع العام وبعض التعديلات الضريبية وتتخوف أحزاب المعارضة من تضمين النسخة الثانية تعديلات مموهة على قوانين أساسية كما فعلت حكومة هاربر في الربيع الماضي مع قوانين البيئة الصيد البحري وتأمينات البطالة وهذا تتحضر أحزاب المعارضة لمواجهة جديدة ستدور في مجلس العموم مع تقديم الحكومة اليوم لهذا المشروع ومع إعلان زعيمها توماس مولكير بأن الحزب الديمقراطي الجديد سيلجأ إلى كل الوسائل البرلمانية للإضاءة على الإجراءات المسيئة للكنديين والتي ستحاول حكومة هاربر إخفاءها في طيات المشروع علمت وكالة الصحافة الكندية بأن حكومة بولين ماروات تعتزم توسيع نطاق تطبيق القانون 101 الخاص بدور الحضانة وإلغاء الخيار أمام المهاجرين بوضع الأطفال مدون الخامسة من العمر بمراكز رعاية نهارية باللغة الفرنسية حصرا بهدف تسهيل اندماج العائلات في المجتمع الفرنكوفوني الأوسع هذه المعلومات أكدتها وزيرة العائلة في كبك خلال مقابلة هاتفية للحديث عن أولويات العمل لتضاف على وعد الحزب الكبكي بشمول التطبيق المدارس الثانوية والمعاهد وزيرتاء الهجرة والعائلة عبرتاء عن تعاونهما الجيد بما يعني أن هذا التعديل سيشمل العاملين والعاملات في دور الحضانة لجهة الإلمان باللغة الفرنسية الوزيرة أكدت أيضا العمل باتجاه وعد بولين ماروال انتخابي بحصول كل طفل على مقعد في حضانة مما سيتطلب استحداث حوالي 250 ألف مكان جديد بحلول العام 2016 فيما هم تبدو شاقة للغاية في صفحة الأخبار المتفرقة أظهرت وثائق جديدة حصلت عليها هيئة الإذاعة الكندية بأن وزير الشؤون الحكومية بيتر بيناشو تجاوز صقف الانفاق الانتخابي بحوالي 21% من المسموح به هذا الرقم شطيب من ملف الوزير بعدما توصل الى اتفاق مع شركة الطيران المحلية حول مصاريف الرحلات والتنقلات لكن بعد مرور حوالي 6 أشهر على نتائج الانتخابات أحزاب المعارضة شنت هجوما لاذعا في جلسات الأسئلة في مجلس العموم بالأمس وصولا إلى اتهام الحزب الليبرالي الوزير بشراء الانتخابات أفادت مصادر صحفية بأن موعد انتخاب زعيم جديد للحزب الليبرالي في مقاطعة كبك سيكون في السابع عشر من شهر أذار مارس للعام 2013 الاقتراح الذي ستصوت عليه الهيئة العامة نهار الأحد القادم بعد بعض الجدل استقر الرأي على إبقاء معاهد مقاطعة كبك تحت وصاية وزارة التعليم العالي بينما ستكون الثانويات المهنية تحت إشراف وزارة التربية والتعليم وفق بيان صادر عن الوزيرين المختصين نهاية الأخبار شكرا للمتابعة